من رئيس حكومة وزعيم تيار سياسي عريض إلى مستقيل بالإكراه ومحجوز في الرياض تغص بيروت باللافتات المطالبة بعودته في العاصمة اللبنانية طوفان صور مطلبه عودة رهينة لبنان في السعودية رئيس الحكومة سعد الحريري التوصيف بما يحمل من دلالات خطيرة أطلقه رئيس الجمهورية ميشيل عون للخصم والحليف أطلق عون مجموعة مواقف حازمة لا لبس في أنها تشكل نقطة التحول الأبرز في مسار الأزمة اللبنانية منذ إعلان الحريري استقالته من الرياض عندما يصف عون احتجاز السعودية للحريري بالعمل العدائي فأنه يضع الأزمة في إطارها الصحيح دبلوماسيا أزمة بين دولة ودولة وإن كان السبب شديد الغرابة كاحتجاز رئيس حكومة لبنانيا أم منعون استمرار ديمومة الحكومة ملتقيا مع رئاسة البرلمان عبر إجماع داخلي بعدم اعتبار حكومة الحريري مستقيلة ما جنب البلاد مرارة الفراغ الدستوري امتص الهجوم السعودية السياسية على لبنان بتفعيل الاتصالات العربية والدولية فتوضحت الصورة رويدا رويدا للجميع السعودية تتصرف كما في خطف لا كدولة وتمهد لأزمة إقليمية جديدة فبات لبنان في موقع المبادر لاستعادة حق سيادي التقط عون اللحظة الإقليمية والدولية الرافضة لأي تأزيم جديد في المنطقة من السعودية أو غيرها وأظهر لبنان لاعبا يقرأ ببراعة مسارات السياسات الدولية ومحاذيرها أكثر من مملكة يفترض أنها شريكة في الأزمات والحلول فشل الوساطات العربية والدولية مع السعودية لإعادة الحريري إلى لبنان سبب أساسي لخطاب السقف العالي من عون تجاه السلوك السعودي وزير خارجيته جبران بسيل باشر حملة دبلوماسية في سبع دول أوروبية لشرح الموقف اللبناني الموقف محكوم بالتصاعد طالما أبقت السعودية على احتجازها للحريري وفي حمأة التدويل طمأن عون اللبنانيين إلى متانة أمنهم واقتصادهم وهو هاجس لبناني لا يقل أهمية عن هاجس عودة الحريري من الرياض لعلها من المرات النادرة في التاريخ اللبناني الحديث التي يستمد فيها الشارع اللبناني تمسكه من أداء رئاسة الجمهورية التي ينظر أن تجد في تاريخها من قال للسعودية بوضوح كلمة لا